إلى ذلك قال سياسي باريزون في العملية السياسية إن دعوة رئيس الوزراء الأسبق نور المالك إلى إجراء انتخابات مبكرة تهدف إلى تعزيز موقفه السياسي أمام عودة وشيك للصدريين نحو السلطة وبيّن السياسي أن دعوة المالك تأتي في سياق تصاعد الجدل حول مستقبل السياسة العراقية وسط تحديات متعددة تواجه البلاد بما في ذلك الاستقرار الأمني والتنمية الاقتصادية في حين تبقى الساحة السياسية في العراق متأرجحة بين التحديات والفرص ويشير السياسي إلى أن استراتيجية المالك لإجراء انتخابات مبكرة هي خطوة حاسمة نحو تحقيق أهدافه داخل العملية والتي تتمثل في بسط سيطراته على مخرجات القرارات الصادرة في الوقت الذي ترى فيه بعض الأطراف أن إجراء انتخابات مبكرة قد يزيد من التوترات السياسية ويرى أخرون أنها فرصة لتجديد الشرعية السياسية وإعادة بناء النظام الديمقراطي بطريقة تعزز الشمولية والشفافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر